الصفكات المحلية طبعا الشغل الشاغل هو عبدالله الصعيد كلام كثير يطلع على عبدالله الصعيد عبدالله الصعيد Clifford transferency كل الكلام اللي حدودلك أنا زقاتت خطبك! إنت عملت الدكتورات طرح في عبدالله الصعيد نعم آآ لي؟ ليه بقى! لأن دا أهم صفكة وصفكة كل الوصول لا... لا بغند隻 كل إحسب كل أهم ده كلامك بصراح perd هو Früh Ey لأنه مافيش برنامج في مصر و مافيش صحف في مصر وما بيطلعش الكلمة عن عبدالله السعيد فدايما أنا بحب إيه إن الصفقة دي تحديداً لأن الناس كلها عبدالله السعيد في الزمالك تقفينا جماعة على أرض الوقع خلينا أقولك إيه اللي بيحصل التطورات الأخيرة عبدالله السعيد الناس قالت من يومين قعد مع عمير مرتضى بحضور حازم الحديدي كلام ده من الصحة خالص حازم الحديدي هو وكيل إعلاني للعبي كرة القدم وليس وكيل عبدالله السعيد وكيل أعمال مفوش وكلاء لعبين خالص حتى لما قبل كده جيف 2018 كان فيه وكيل لكن المرة دي مفيش وكيل فيه قعدة حصلت آه بس مش من يومين قعدة دي حصلت من حوالي شهر ونصف في مكان ما عندك الرغبة عبدالله إنك تيجي آه إحنا كمان عندنا الرغبة هل حصل حاجة بعد كده وتحرك لا الزمالك مستنى الدور يخلص يحصل تحرك مع ضرب براميز العروض اللي عند عبدالله السعيد يا كريم خلينا أقولك عبدالله عنده عارضين هنا في مصر فارقه والبنك الأهلي فارقه بشكل مباشر معي البنك الأهلي عن طريق وسطاء عن طريق وكلاء لعبين تكلموا مع أنك تبقى موجود لأنه برضو البنك الأهلي من الأندية اللي بتدفع رواتب كبيرة جدا للعيبة فمرحق يعني موجود في حساباتهم عبدالله السعيد عبدالله عنده عارض جدي جدا 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 من الدور القطري أحد الأندية هتكلمه مع عبدالله بشكل مباشر في نفس الوقت إدارة بيرامدز عرضت على عبدالله أنه يزود عقده سنة عبدالله فضله سنة يعني الفناير الجاي يمضي لأي فريق إدارة بيرامدز كلمت مع عبدالله هنزود لك الراتب في السنة اللي فضله ونمدد لك سنة كمان وتبقى موجود معنا عبدالله حتى الآن منتظر الزمالك عبدالله لعيب كبير في حتة إيه طبعا الفنية محدش يختلف لكن عبدالله مش من لعيب هل أنت هتيجي تقول له تعالى أنت جاء الزمالك تعلم دي فعبدالله هيروح يمضي عبدالله رفض الفكرة دي خلص مع بيرامدز وأنا معاك صحيح فعلى أرض الوقع حاليا هل في خطوة جدة مع عبدالله السعيد دي ما حصلتش طيب اللعيب اللي عليه صراع ما بين أهلي والزمالك هو بوبو الزمالك أرسل مبارح عرض رسمي لنادي فيوتشر لضم بوبو مقابل 20 مليون جنيه بعد طبعا ما الأهلي تحرك في بوبو هل حصل تواصل مباشر مع بوبو حصل على طريق وقلات الوكيل بتاع بوبو بوبو ليه اتنين وقلة منهم وقيلة زمالك ما بيتعاملش معي فهو اللي مقربه شوية من الأهلي حصل اتصالات بينه وبين أمير توفيق بوبو أنا هاتفاقه لكن لم يوقع بوبو أمير توفيق ما تقابلوش أنا بقول لك معلومات مؤكدة أكيد أتقابل مع وكيله أتقابل مع وكيله ماشي مع وكيله مشكلة هو ده اللي هواري قال لكن تامر مش هيمدى عن اللعيب فاهم يا لكن أمير توفيق أنا بقولك تامر النحاس ما قابلش بوبو لكن فيه اتفاق حصل فيه مكالمة حصلت أنا موجود ومرحب وتمام خلص مع فيوتشر النادي مين اللي هيخلص مع فيوتشر هي دي القصة أخيرا جاد عشان أستاذ جلال محمود جاد زمالك اتصل بوالده طبعا عنده عرض وجن خلال 48 ساعات قصة وجن ده تتقفل أو تتحسم سواء يروح بقى ومش يروح الزمالك اتصل بوالده اللي عبا عايز يروح أوروبا لكن الزمالك بيضغط عن طريق والده إنه هو يكون موجود لأن الزمالك برهب في تدعيم المركز ده كان حصلت قاعدة برضو من حوالي شهر مع جاد موقعش فيها لكن بنسبة كبيرة هو الحارس اللي هيكون موجود مع محمد عواد والزمالك بيحاول إنه هو يضغط على والده هو يتخلى عن فكرة الاحتراف الأوروبي ويكون موجود في الزمالك السيزون الجاية